مجلس إدارة المعهد محضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدة ده الله ورعا على تفضل جلالته بإصدار المرسوم الملكي السامي بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم وأكد المجلس أن صدور هذا المرسوم يعكس اهتمام مملكة البحرين بالقرآن الكريم وما يرتبط به من علوم وأنشطة ومجالات ويعكس كذلك إيمان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بضرورة تشجيع الناشئة والعامة على حفظ القرآن الكريم وحسن تلوته بعد ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات تشغيل المعهد وبحث خطته العامة وميزانية واختصاصاته وطلع على مسودتي لائحة مجلس الإدارة واللائحة الداخلية كما استعرض الهيكل التنظيمي المعتمد للمعهد وبحث آلية ترشيح معلمي القرآن الكريم بالمعهد وحريم بنا في هذا المقام أن نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدأ حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته أيده الله بإصدار المرسوم الملكي السامي رقم 33 لسنة 2015 بإنشاء معهد القراءات وأعداد معلمي القرآن الكريم ولا شك في أن صدور هذا المرسوم الملكي السامي يعكس بوضوح اهتمام مملكة البحرين بالقرآن الكريم وما يرتبط به من علوم وأنشطة ومجالات ويعكس كذلك إيمان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بضرورة تشجيع الناشئة والعامة على حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وحك في الطلبة على الاستزادة من علومه الشريفة بحيث يكون المعهد رافداً مهماً من الروافد القرآنية لمجمل النشاط القرآني بما ينعكس إيجاباً على المعلمين والقرآن والحفاظ والدارسين ويتيح لهم مجال الاستزادة الدراسية في علوم القرآن الكريم وما يرتبط به وفق مناهج تربوية وأكاديمية متقدمة ومعرفة الكيفية الصحيحة بالقراءة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويفتح المجال لنيل الشهادات المعتمدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر